السلام عليكم وحبابكم معي في قناة حليبيات اسماء انتونا تكونوا كاملين باخر والاخر كتا جوكتار اللي طلبتم مني مملاحات رمضانية هذا الفيديو قدي ندل لكم بلاتو مشكل فيه سبعاتي الاشكال كلهم بنان كلهم ساهلين وقدي ندل معكم كذلك سلسط المايوناز بالبيض المسلوخ اللي كدجي خطيرة جدا قدي كل مملاحات بمضاقة مختلفة وبنينة باشكال كذلك راقية وزوينة بحل اي بلاتو كتاخذهم من مخبزة راقية وكيف ما قلت طريقة مبسطة دائما كيف ما ويفتوا معايا غير تبعوا الفيديو واحترموا المقادر اللي كنعطيكم وغادي تحصلوا على نتيجة خطيرة تحمر وجهكم قدام ضيافكم كانت من فيديو ديال اليوم من الاعجابكم ما تبخلوش الياب تعليق تجيعة ديالكم اللي كتخلينا نعطي المزيد والان نخليكم وفرجاموا اذا اهلا بركتي الله غدي نبدوا باول عجينة غدي نشكلوا منها ثلاثة ديال الشكيلات غدي نحتاجوا منها هنايا او غدي نحتاجوا فيها دقيق ابيض دربعمائة جرام غدي نحتاجوا معها واحد الكاس ديال الفينو ولا دقيق القمح الصلب مش يسميدة يعني الفينو كيكون ناعم اكتر فهذه العجينة كذلك غدي نحتاجوا الخميرة اه الملحة غدي نحتاجوا حليب مجرفة في حالة ما توفرش غدي تعجنوا بالحليب السائل العادي اه ولكن من احسن الى كان غدي يكون مزيان غدي نحتاج المدافع اه الزبدة عندنا واحد الخمسين قرام ديال الزبدة وعندنا العسل او السكر الى اه ما توفرش العسل غير باش يعطينا واحد اللون زوين للفطائر ذيالنا هنه غدي نستعمل العجينة باش ناجن بغيتو تعجنوا بالديكم كنقلكم دائما ما كان حتى شي فرق عجينة فقط كتسهل عليكم المأمورية كنزيد المكونات كاملة اللي عندي من غير الزبدة وغدي ناجن هذه العجينة حتى غدي تعجن شوية او تدلك شوية عاد غدي نزيد عليها الزبدة لمقطع طريفات كيفما دي مرة كنضبط لكم المقادر بالضبط فما تحتاجوا لا تزيدوا لا تنقصوا في المكونات غير احترموا المقادر تعجنات لي العجينة شوية نقولوا حتى خمسة ديالتقائي قدي نزيد عليها هنا طريفات ديال الزبدة العجينتو بيديكم من احسن زبدات كونطرية والارطبع انا هنا زبدان دي باردة ولكن مع العجينة ماشي مشكل كنزيد الزبدة ديالي شوية بشوية حتى غدي نكملها كاملة ونخليها حتى تتشرب تماما بديك العجينة سوف نجمحها نغطيها بلاستيك ونخليها حتى تخمرت ضاعف الحجم ديالها باش غدي نبدأ ونشكله فيها من بعد ما خمرت خدت ليها تقريبا 31 دقيقة حتى ال40 دقيقة غدي نزيلها فوق من سطح العمل يلا بغيتوا تقدروا تديروا الدقيق انا ما نحتاج في هذا المرحلة نقدر نتحكم فيها بكل سهولة نخرج منها الهواء اللي تجمع فيها ونقسمها الى ثلاثة هذه العجينة غدي نشكلوا منها ثلاثة ديال الشكيلات مختلفين غدي نغطيه نغطيه على جوج قطع بما خدمت بوحدة ضروري دائما باش ما تنشفش لينا كما كتشوفوا العجينة عازويينة وسهلة في الخدمة غدي نبدأ نقسمها على عشرة ديال القطع غدي نستعمل الميزان باش نجيب قياس واحد غدي ندير 30 غرام تقريبا في كل قطعه ونشكلها ككويرات اللي مش ضروري يكونوا مقدل لان هادو ما زال غدي نشكلهم على شكل ديال باقيطات صغيرين ولا صندويشات صغيرين فغير كنقدومها كدوائر ولا كويرات وكنحطهم على جم نغطي عليهم ونكمل مع النص تاني او طرف تاني ديال العجين نفس الشيء نفس القياس 30 غرام في كل قطعه بالنسبة لهادو غدي نكورهم وغدي نحطهم في اللاطة مباشرة لان هادو غدي نديروهم ميني بيرجر فكنكورهم مشكلهم مقدين وكنحطهم في اللاطة ديال الفران كنحصلوا على كويرات اللي صغرها كاف الحجم ديال المشماشة اللي ما زال غدي يخمرو وغدي يكبر الحجم ديالهم وغدي نديروهم في اللاطة ديال الفران مباشرة كيف ما قلت بينما ثالث هادو وستفهم في اللاطة يكونوا ارتاحوا ليه الكويرات اللي يدرت في اللول باش غدي نقد منهم لي صندويش صغيرين كيما كاتشوفوها هم ارتاحوا هنا كان بدا كان بسط غير ميدية ما نحتش تدلك وكان بدا كان لوي صندويشات الصغر ديالي كان حصل عليهم بحال هاد الشكل تأكدوا انكم تقرصوهم زيان وتسدو عليهم باش ما يتحلوش ليكم من بعد فاش غادي يخمرو ويطيبو ساليت العجينة ديالي او ساليت صندويشات ديالي والميني بيرجر كان قدهم زيان في اللاطة بعد ما بيناتهم قبيعة الحال هنا بالنسبة لهاد الميني صندويش كان نبسطهم واحد شوية والميني بيرجر كان خليهم غير بحلاكك صار فيه وغدي نقطع ليهم ونخليهم حتى غادي يخمرو نكملو مع الطرف الثالث بالنسبة للعجينة الثالثة غادي نقسموها هاد المرة على خمسة فانديرو 60 غرام في كل قطعة يعني كنديروهم كبار كويرات كبار كانشكلهم كويرات او غادي نغطي عليهم بلاستيك تاهم ما يرتاحوا شوية بالنسبة لهادو غادي ندير منهم صندويشات بالجنجلان وغادي نعمرهم من بعد بالكبدة فغادي تشوفوا كيفاش غادي ندير ليهم شكلهم كويرات ونخليهم يرتاحوا من بعد كنجيب شوية دي الحليب وشوية دي الجنجلان هنا بنسبة للحليب غير وحتى الكمية صغيرة كندهن بها الكويرات هكا بالواسطة دي الشيطة وهاد الكويرات كندوزهم فدك الجنجلان الجنجلان خضر عادي ما محمر موالو فهذا المرحلة كيمكن اللي ينستعمل بدقيق وناخد الدلاك ونبدأ كن نسرح في كل لوحي دا كما كاتشوفو بواحد الشكل اللي كيكون بيضاوي وكسرحه مرقاق واحد شوية لماذا؟ لان هادو بغيناهم بحاش شكل صندويشات اللي يجونا بحلولين من الداخل بحاش شكل اللي بطبوط فاش هادين طيبو بغيناهم يجو شوية خوين من الداخل فكان بسطوهم رقاق بالدلاك ونرش الدقيق لانها كتلسق شوية بما اننا دعناها بالحليب وكن نحطهم في اللاطا لحتو السوم اللي كانت حصل عليه كيفاش داير وشكل كيكون بيضاوي لاننا من بعد كل وحدة غادي نشكلو منها زوج صندويشات يعني وحدة غادي نقسموها على زوج صافي هنا من بعد المسالات احتهو ما غادي نخليوهم يخمرو غير ما كان نخليوهم شي يخمرو بزاف كيف ما قلت باش يجونا بحلولين من الداخل غادي نستغل الوقت ونوجد هنا العجينة الثانية غادي نحسج فيها الدقيق الماء سكر الملحة وزيت نباتية غادي عجينة مورقة اكس بريس ولا عجينة سريعة اللي كنخدموها بطريقة سهلة غادي ناخد هنا الدقيق دي علي ندير فيه حفرة في الوسط وندير جميع المكونات اللي عندير حاول اننا ندوبهم يعني كندوب ديك الملحة ديك السكر باش هكا لان هاد العجينة ما كتدلكش باش هكا كل شي كيكون مخلط مزيان وما كيبقوش عندي حبيبات دي السكر ودي الملحة فست من العجينة هاد العجينة انا درت منها غير نصف الكمية او درت منها غير كمية اللي قليلة بغيتو اضعفو المقادير خرجو كمية كبيرة دي المعجنات او دي المملاحات مورقة تقدرو اكيد فانا هنا درت لكم كمية اللي هي صغيرة باش كتزعمو عليها او ركا يزوي هنا بزاف هاد العجينة الموراق كنجمحها بالما يكون بارد حتى قدي نجمح هاد العجينة اللي كتكون قاسحة بنسبال هاد العجينة ما كان دلكها موال وغير كنجمحها نتأكد ان كل شي مخلط مزيان وغادي يلويها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مزيان على الاقل خمسة ورمعين دقيقة باش نقدر اه ندير فيها الزبدة من بعد ما ارتاح تليها العجينة كننزلها فوق من سطح عمل من بعد ما كنرشو بالدقيقة مزيان وكنتلقوها بواحد الشكل اللي كيكون مستطيل كما كتشوفو في المن بعد غادي نجيب الزبدة غادي نجيب حكاك هاد الخضر وغادي نحكاها كفو الوسط جير هاد المستطير بالضبط كي مما كتشوفو كنحكي الكمية كل هاد الزبدة اللي عندي زبدارها مشي كتير كيف مما كتشوفو في المن بعد ما حكيناها غير من بعد اللي حكت بان كتيرا كنغطي على الزبدة اللي كما شفتو من بعد بالاطراف حتى كتغطى تماما وكننرش مرة اخرى بالدقيقة وهنا كنتلقها بشكل طولي كما كتلاحظو طويتها مزيان او عمفون طلقتها مزيان وهنا كنبدأ كنطوي فيها وانا كنحيدك زائد ديال الدقيق ضروري نتخلصو منو ففي وكننبقوا وغاديين معها تكنطويوها كاملة ومباشرة في البلاسة كندوروها عندنا وكنتلقوها بنفس طريقة بشكل طولي وغاديينكرروا العملية نفس الشيء بنفس طريقة يعني كنتلقوها وكنطويوها كاملة وحنا كنتخلصو من زائد ديال الدقيق ففي من اللي كان طويوها كاملة كتكون جاهزة عندنا ضروري نخليوها ترتاح باش نقدروا نخدمو بيها انا غير باش تعرفوا يعني هاتشي وجدتو نهار قبل حطيت كل شيء في التلاجة وستعملتو اليوم الموالي غادي نوريكم حتى بالنسبة لي صندويش ارا درتهم في الموجن بيد عاد باش خدمت بيهم لغدلي عاد باش خدمت بيهم حتى كاي لكا لانتكم بديها فرا غادي ساعتكم حسن درت صفر ديال البيض من بعد ما خمروا لي صندويشات صفر ديال البيض مع الحليب وهادي ندهنهم مزيان بالنسبة لهات الصندويشات الطوال او الميني باقات غادي نرشهم بشوية ديال شوفان مطحون اللي غير بلتهم من الدقيق ديالو لحلي كاس بقا غير ديك القشرة ديالو ولا الخالة ديالو وبالنسبة البرجر او الميني بيرجر درت لهم جنجلان والبافو او بذور الخاش خاش وغادي ندخلهم الفران حتى كي يطيبو ويتحمرو ندوزوا بالدابة للعجينة الثالثة والاخيرة اللي هي عجينة ديال الميني كيش غادي نديرها غيبرة بعد ديالتقي قدرت معها شوية ديال الخميرة ديال الحلوة الخميرة كتتساعدنا ان العجينة ما تحش لنا في الفران لا موغيتوش تقدروا ما تديروهاش ولكن كنصحكم تستعملوها كتعطيني حتى واحد العجينة خفيفة غادي نحتاج ميات قرام ديال زبدة الادات حيوانية بتديرو ديال البواطة او النباتية ديروها ما تديروش غير مارغارين خاصة بتوريق خمسين جرام ديال زيت زيتون لزيت نباتية اللي عبتوش تديرو زيت نباتية شوية ديال المبارد باش غادي نجمع عندي هنا توابل اللي غادي نستعمل كمنسيمات كتبقى على حسابكم متوما غادي نقول لكم شنو درت بالضبط وكذلك غادي نحتاج الملحة والسكر اللي دائما كيبقى اختياري السكر كيعطينا لون زوين للمملحات ديالنا غادي نجيب هنا هاد الآلة لما كانتش ماشي ضروريا نهائي نخدمو بيد ديال هاد يرا كتسهل خطفة بزاف العجينة ديال الكيش وكتسفادى انكم تعجنو العجينة ديالكم هنا درت جميع المكونات اللي عندي غادي تقاهم اكيد مكتوبين في صندوق الوصف بالنسبة لهاد العطرية را كملت لي ولكني را كتس عجمني بزاف اسمي سادي البروسكيت طا غادي تلقوها في مرجان وحتى درت تحت البصل مجفف وديرو ذاك شي اللي عجبكم وذاك شي اللي موجود عندكم درت جميع المكونات من غير الماء وغادي نطحن مزيان هاد شي مع بعدياته وعليش هاد الماكينة لانها كتسهل بزاف بزاف الخدمة فماللي غادي تتحليها كل شي غادي نزيد الماء شوية بشوية تنجمع جينار طبا اردو البال مع انكم عندكم تزيدوا الماء كتر من القياس فهنا كما كتشوفو حبزت غادي نشوف كيف اجدال القوام مازال محتاجوا شوية ديال ما غادي نزيد فهادي عجينة ما فيهاش البيض فيها غير الماورة كتجي هشيشة وكتجي زوينة بزاف صافي وكان كمال خدمتو بيديكم نفس الشي غير تفادوا انكم سقوة عجنو فيها بزاف باش ما تجيكم مش قاسها و باش ما تضحش ليكم في الفران وينقصش الحجم ديالها اي عجينة ديالي واجدة كما كتشوفو هنا نزلتها فق من سطح العمل باش غادي نجمحها و غادي نديرها في بلاستيكة وحتى هي غادي ندخلها تلاجة كيف ما قلت انا هتشي وجيته نهار قبل حتى لاغدليها عاد كملت فغادي تخليوها ترتاح انتم ما لابدوا تخدمو بيها في نفس النهار من نسبة لديك صندويشات من بعد ما كي طيبو كنخرجهم الفران مباشرة كنغطي عليهم بمنديل و بلاستيكة وهكا كنرجع عليهم الصهدوية كي يبقوا ليه رطبين هنا مني كي يبردوا تماما انا غادي نجمحهم في بواطة و غادي نديرهم في المجمد حتى غادي نحتاجهم و غادي نجبدهم باش نسخنهم لاحظوا كيفاش كي يجيو هاد العجينة رائع بززاف جربوها في المملاحات او في الفطائر ديالكم في رمضان غادي تعجبكم اكيد حتى بنسبة لها دوك ديال الجنجلان لاحظوا كيفاش كي يتنفخوا و راكي يجيو خاوية من الداخل فحتا هو ما غادي نجمحهم في المجمد حتى غادي نحتاجهم بنسبة لها دور غادي نقسم كل واحدة على جوج و غادي تشوفوا كيفاش غادي نعمرهم من بعد كي يجيو خفاف و كي يجيو زوينين بزاف فبالنسبة لهاد صندويجات كي ما كانت شوفو خليتهم بردو و جمعتهم في بواطا درت البواطا فرشتها بالورق ديال الطهي و اعفوا الورق ديال هذا الورق من الشاف و غادي نغطي عليهم مرقرة بالورق و غادي نسد البواطا ديالي و نخليهم في المجمد هاد التجميد بالنسبة اليوم يوم عين فغير بهاد طريقة هاديرها كافية اما يلا بغتوا تجمدهم على المادة الطويل ولا ضروري انكم تستعملوا بلاستيك غذائي اللي غادي يكون كي تسد مزيان مزيان صافي انا هنا غادي ندخلهم للمجمد هما باقين طريين من بعد ما بردو حتى غادي نبغيهم هنا في اليوم الموالي انا غادي يعني هنا في النهار اللي من بعد ما وجدت فيه المهجانات ولا العجائن غادي نبدأوا باش غادي نشكلوه او نقعدوا من الحد يعنا و نعمرهم فاول حاجة بديت بيها هما الفولوفون قدي نديرهم بالكريمة ديال الدجاج كي يجو واعرين بزاف خديت النص ديال العجينة المورقة اللي قديت و بيتها في تلاجة كما كنتشوفو فاش كتلقوها ركتكون مرتاحة كتكون زوينة بزاف الخدمة و ما كتبقاش كت يعني كتتجمع معي خديت النص ديالها و خديت قطعها لحساب الحجم اللي بغيتو و غادي نقطع دوائر دائما دوك الزوائد ما نعجنوهم ش كنجمعوهم على بضياتهم هاد الزوائد ما زال غادي نشكلو منهم شكل اخر فكنجمعوهم على بضياتهم و كنخليوهم يرتاحوا في بلاستيك باش غادي نستعملوهم من بعد نفس الشيء كنديرو بالنسبة العجينة التانية كنقطعهم دوائر من لبس العدد وهاد دوائر هادو اللي قطعت هاد المرة غادي نقسمه و غادي نتقبهم في الوسط وهكا بشي حاجة لك تكون الحجم ديالها مناسب كنحي دوائر و غادي نحطهم فوق من العجين اللي شطلية حتى هما غادي نستغلوهم اكيد من بعد دوائر اللي مسدودين كنستفوهم في اللاطا كندهنوهم ببيض ديال البيض و كنهزو دوائر اللي محلولين و كنحطوهم فوق من آآ فوق منهم يعني كنلسقوهم فوق منهم بهكا غادي نحطلوهم من البيض ديالنا اللي غادي نعمروهم بالكريمة ديال الدجاج غادي نلسقو كل جمع بادياتهم و في الخير غادي ندهن بصفر ديال البيض اللي مدهن اللي مخلط مع الحليب و في الوسط غادي نتقبل بوحد الكيوغدون لبشيق طيب باش ما يتنفخش بزاف من الوسط و سافيو كندخلهم اللي فران مسخل من قبل حتى كي طيبو كيتحمرو كندرهم على مية وستين داراجة مية وخمسين داراجة بشي طيبو لا خاطرهم فران كيكو شاعل كيسخل مزيان من قبل عد كندخلوهم من اللي كي طيبو كنخرجوهم غادي نوريكم شنو غادي نديرو الحشوب ديالهم من بعد العجينة دياللي كي شايحة هي باتت في طلاجة غادي نستعمل هاد القوالب و دائما نخد شي قطع اللي كتكون اكبر من القالب باش كنطلعو جناب اه مع القوالب صافي هنا اه دائما نرشو حد شوية ديال بقيقون بدا نطلق كيف ما قلت العجينة فاش كتبات في طلاجة ولي رائعة و سهلة في الخدمة كما كتلاحظو ما كتلسق ما حتى شي حاغا نطلق هاو حسون كي كي يكون رقيق ما نديرو مش غلاد دائما اللي كيش بعجينة غلايدة مما كيجو الزوينين او من البيت كنبدو كنقطعو حنا كندورو بلا ما نقوم بديو الجبو يعني غير كندورو كيف دي ما العجينة اللي كتشيط لنا دائما دائما ما كنحجنوهاش كنجمعوها و كنردوها بلاستيك ترتاح باش نعودو نخدمو بيها من البيت هنا غدي نجيب القوالب بديالي و نبدأ نعمرهم بالعجينة اللي قطعتها دوائر وانا كنضغط مزيان بالاطراف ديال الاصابيع باش ياخدوا ليشكل ديال المول تأكدوا مزيان هاد المرحلة انكم تقدوهم في المول باش ميجوكمش يعني خاويين من التخت فاش تخيدوهم و نحيدو الزوائد وصافي هده هي الطريقة حتى كنسالية و القياس اللي عندنا غدي نخليهم يرتاحوا شوية بين موجدنا لهم الحشوة بهكا كيكونوا مقادين اكتر وما كي حبطوش في الفران قبل ما نكملو في الحشوات اللي غدي نحتاجوا لهم هاد الميكسر اللي وصلنا من عند وادوكس اللي هي واحد الاباج ولا واحد الموقع اللي كيقدم لكم بزاف ديال الاجهزة الكهربائية و ديجا تشاركتوه معكم من قبل فهاد المرحة وادوكس سيفطولي هاد الميكسر اللي متعدد لستعمالات كيما كتشوفوه بغا اينوكس ومن لماك ديال ميل وير كيجي فيه الف واط انا غدي نجربوه معاكم هنا اول مرة ولكن ارا كانت سجليكم السلطة وانا ديجا مجرباه وير صراحة عجبني بزاف فانا غدي نسامل معاكم جميع القطع اللي متوفرة فيه فهد الفيديو هادا وودي نحتاجكم في نفس الوقت الرأي ديالي وودي تشوفوه النتيجة بعينيكم فإلا بغيتوا تاخدوا الوادوكس كيقدموه هادا مناسبة جدا وحسن ما يقدلقوه في السوق و ديما كيديروا هكا بروموسيون اللي كيكونوا مناسبين وزوينين بزاف فكيف ما قلت أنا هنا غدي نجربوا معكم غدي ندير معكم أول حاجة المايوناز بالبيض المسلوق هاد الوصفة هادي ولات معتمد عندي من شحال هادي وكيجي رائع هاد المايوناز غدي نحتاجوه فبعد المملحات اللي غدي نديروا اليوم فهنا البيض ديجا كناخدوه البيض كنسلقوه من قبل عندنا فرماج مطلت زيت الزيت والمخلطة مع زيت النباتية بالنسبة للبيض كنسلقوه 10 ديالتقايق في ماء مغلي كسل روب ديال الحليب وندنا الخل والملحة ومنسي ماتعلي حسب الدوق ديالكم أنا غدي نستعملها التوابيه الخاصين بالسلاطة راه متوفرين في المحلة تجارية الكبرى ومتسموه باش ما بغيتو تقدروا تديروا الموتار ده أنا هاد المرة ما غدي نستعمل الموتار ده أو الخردان فكنجيب الكاز ديال الخلاط كندير فيه جميع المكونات اللي عندي من غير زيت الزيتون اللي غدي نضيفوها بالتدريج فرماج موت اللي تقدروا تعوضوه بالجوب المربع والجول مع الكبر ديالجوب من الطري وبنسبة للزيت ترى غدي أخلط هنا ما بين زيت نباتية وزيت الزيتون تقدروا تديروا غير وحدة فيهم كنرجع لكم الاختيار وصافي هنا كيف ما قلت كان نضيف كل شيء في دقة وحدة الملحة على حساب الدوق تدخل ونبدأ تنطحن في هاد الشيحة كان نطحنوهم زيان هاد كنبدأوا نطلوها بالزيت بالنسبة لهاد الميكسر اللي وصلني من عنده وادوكس فحتى فيه سرعات مختلفة فيها تقدروا تديروه بوحدة سرعة عالية بوحدة سرعة ناقصة يعني لحسب شنو كتتتحنونتوما فانا هنا تحنس كل شيء مزيان ونبدأ كان زيت الزيت شوية بشوية وانا كان طلع في المايونة زيالي حتى كان سالي وبالتدريج ضروري تزيدو زيت ديالكم شوية بشوية وانتوما كتحنو دائما بالنسبة الرأي ديالي في هاد البلنجان وفي هاد الميكسر البلنجان رائع 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 بالنسبة لهكا استعمال ديال او باش طلعت به المايوناز خطير وطحنت به كذلك الاسوب اللي درت هفضك النهار دات وحد السوبة ولا وحد الشربة درت هال الفطور فكانت كان تحن ليه من دكش الرفاع كيف ما قلت غادي نوريكم قوهم ديال المايوناز كيفاش جاء كيجي عاقد كيجي ملس ما فيش نهائيا اي حبيبات صافي بهكا كيكون واجد لاحظو كيفاش ترجع ليه المايوناز رائع بسف غادي نخليها وغادي نوضحها في شي علبة ولا في شي عفوان شي قرعا وغادي نحطها في تلاجة حتى غادي تاقد اه كطر يعني ما حدها كتسجلس تلاجة وهي كتزيت كتاقد غادي نوجدو الحشوة اللي غادي نديرو في اللي غادي تكون كريمة ديال الدجاج اه غادي ناخدو هنا دجاج صدر ديال الدجاج مقطع مكعبات مع ديال البصلة تهي نقطعها رقيقة وغادي نشحروهم في مشي مقلم مع شوية ادي الزيت غادي نزيدوا التوابل اللي بغينا انا بالنسبة لية غادي نزيد توابل الدجاج عطريا ديال الدجاج وغادي نزيد شوية ديال اعشاب وانسي ما فيهم توما فيهم مأدنوس مجفف زيتشوية ديال اللي بزار و اه ملحاء غادي نشحرها شيء كامل مزيان آه تاغتي طيب غادي نديروش نار مجهدا او عالية بزاف بغينا البصلة طيب مزيان دجاج ما كياخدش الوقت ولكن البصلة بغيناها الطيب مزيان ان هاد الحشو ما غاديش ترجع الطيب صافي غادي نستعملوها باردة صافي هنا يا هوا طيب لي يكون شي مزيان وغادي نطفيع لي اه على الدجاج او غادي نحيدو نخليتي يبرد تماما باردة دجاج غادي نزيدوها كاف هاد الهاشوار اللي احتهي جاتني مع الميكسر او جاتني مع دك الطحانة غادي نضير كذلك معه الفروماج هاد الحشو هادي كتجي واعرة كتجي كريمية وبنينا غادي نستعمل هاد الكريم تشيز هادا اول مرة كناخدوه صراحة لقيتو كيتباع واخديتوه بتامان زوين عجبني التامان ديالو فيه كيلو كيجي اقتصادي وغادي نضيف منو تقريبا واحد ثلاثة اللي مع الكبار تقدروا تديرو اي جبن اخر بحال الفيلادلفيا جيرفي جبلي اللي كان اللي موجودة انتكم انا هادا كيفما قلت لكم تماما ديالو عجبني رخيص والماده قديرو حتى هو زوين غادي نزيد منو تقريبا ثلاثة تيال مع الكبار عمرين وغادي نطحن الكل جيدا جيدا اه بهاد الطحانة هادي او بهاد الميكسر فا اه غادي نوريكم حتى هادا هادا يعني استعمل لكم هاد الهاشوار هادي ولها الطحانة واحدة هي بشتوفوا كيفاش قد تطخن رجعت لي هاد الطجاج هادا بحاش كل ديال اللاموس ولا بحاش كل ديال الكريبة رجعته اا متحونه مزيان كيف مما غادي تلاحظوا سفي هنا هيك نبقى كانت حان طبيعة الحال ونحبس نطحن ونحبس ونطحنه كون طبيعة هذا الدجاج كيتك إرجع لي إراجح لي إراجع بحيش كالكريمة لاحظوا كيف هش عجعته دك الهاشورك رائع بزاف في هاي شكل ديال الكريمة هكا خصو يكون تقدرو تزيدو متلا شوية ديال اليوغورت يلا بغيتو اخف من هكا. انا بالنسبة لي هجتني هي هديك بالفرومج المادق ديالها رائع هاد الحشوة هدي كدي بنينة وخدي يكون في شكل ولكن ارا كدي وعرا هكا في اسميتو في الفولوفون وكدي في هكا في الميني تارت يلا بتديروهم الحين المادق ديالها رائع بزاف درتها هنا في واحد لابوش وكنديرو بوق اللي اه عجبكم انا غدي ندير هكا وريضات كي يجيو لمنظر ديالهم زوين وجبت دوك القواليب اللي حدرت سابقا كنحاول انني نضغط بشي ملعقة ولا غير بالاصبوع ديالي في الواسط فين غدي ندير باش ندير مساحة اكبر لهاد الحشوة اللي غدي نديرو لهاد الكريمة ديال الدجاج اللي غدي نديرو صافي هنا كنبدأ كنعمر فيهم بها الطريقة اللي كتشوفو اه ولا ديرو شكل اللي يعجبكم وصافي كيكونوا وجدين عندي كيجي المنظر ديالهم زوين والمادقة ديالهم كيجي رائع بزاف غير هو اللي كانوا عندكم مثلا الضياف اه غدي يكونوا عندكم الضياف مثلا اللي بتصايبوهم من رأسكم خليوهم حتى تبغوا تقدموهم وعمروهم مش ما ترتابش ليكم لعجينة فكتوجدوا اه القوالب وكتوجدوا الكريمة على تساع كتخليهم في التلاجة او كتخليوا الكريمة في التلاجة حتى تبغيوا تقدموهم وتعمروهم بكل سهولة بالنسبة تزيين انا زينتوما كب قطعة ديال اه في الفلم شوية وشوية ديال العرشة ديال التوما والسيبولات كيجي اه كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف بالنسبة للي كيش هنا شحرت شوية ديال لالالالكفتة لتلابغي شوية ديال زيتون ونستمتها بالملحة وشوية ديال اعطري ديال الكفتة وخليتها تحت بردات هذه الحشو غدي نديروها في اليهكيش مع الخضرة حتى هما كيجي وبنان بنسبة للخضرة غدي ندير هنا في الفلم شوية بنسبة الفلفلا كان انا شويتها في الاير فراير ولا في القلاية الهوائية تقدرو تشويها فوق من البوطة ولا فالفران غير هو غطلوها مزيان قبل ما تشويوها وعد شويوها وقشروها بلا ما تغسلوها يعني فاش تقشروها ما تغسلوها جباش يبقى في هذا الماضاق ديال الشوي غادي آآ نحتاج كذلك البروكولي اللي قطعته قطعة صغيرة بالنسبة البروكولي فأنا غير بخرطو آآ من الأحسن ما تسلقوش بخرطو طيب دونس طياب ما تسلقوش لأنه يشرب الماء وصافي عندي ديك الكفتة من نسبة للابا غاياكيش نحتاج لها جوجيال البيضات شوية ديال الملحة آآ شوية ديال البصل المجفاف آآ شاب عطرية آآ مخلطة لك ندير دائما وشوية ديال الفلفل أسود ولا لبزار صافي وقد ناخد آآ هنا غادي نستعمل هاد طراب اللي حتى هو كي يجيب مع داك الميكسر هنا بالنسبة لهاد الطريقة باش غادي نوجد لكم هاد البا غاياكيش كتعطيكم واحد لكيش خفاف ورائعين بزاف هنا كيما كانت شوفوا كان كيطر عليا فنقصت السرعة لأن الميكسر فيه بزاف ديال السرعات آآ تقدروا تنقصه وتزيدو هنا من بعد ما خلطت شوية غادي نبدأ كنتطرب ضغياء ضغياء طلع عليا البيض من داك الشير رفع آآ فهالطريقة هادي باش تحصلوا على واحد اللي كيش لي كيجيو سوف لي وكيجيو زويدين بحال اللي كتشروا في المخبازة هاكا طلعوا البيض ديالكم مع تزيدو باقية المكونات فبنسبة لهاد الميكسر حتى بنسبة للطرابرة ممتاز عشرة على عشرة في جميع القطع اللي فيه مشيحة ديما كنقول لكم اي اكل ابوغاس يمكن ديري كنشكرها الى كانت عجباني مياه في المياه غادي نشكرها لكم لاحظوا كيفاش رجع عليا البيض خفيف ص هاد المرحلة نقدر نزيد الكريمة عاد نخلط من نسبة آآ هاد الميكسر تقدروا تاخدوه من عند وادوكس بوانكم سوى في الموقع ديالهم ولا عبر آآ رقم ديالهم في الواتساب غادي نخلي لكم عجميع المعلومات في اول تعليق متبت باش تقدروا تاخدوه وكذلك كيديرو توصل جميع الموديل المغربية بحتمل لمناسب ايضا عامين ديال قارنتي يعني عامين ديال قارنتي را ممتازة بزافة إلا كان فيها شي مشكل را غادي يقدروا لكم درت شوية ديال آآ الخميرة ديال الحلوة ودرت آآ الكريمة السائلة أو القشدة الطارية واللي يمكن لكم تعاوضوها بآآ يوغورت طبيعي ولكن صراحة ما كينش بحال لي كيش لي كتصيبوه بالكريمة كي يجو حسن آآ فهادك اللي لابا غاية كيش لي كتصيب بالياغورت شوية كتجي ميها شوية كتجي مش يحتلها بكل صراحة آآ خديت آآ لي فون ديال الكيش اللي حضرت سابقا مره ما طيبين شو نصطيابين خضرين كيف محقا ديتهم في القوالب غادي نستفيهم الخضراء والكفتاء بها الطريقة هاتي نحاول نقد آآ يعني الكمية كاملة آآ أو نوزا آآ دكشي بآآ بكمية متساوية في لي فون ديالي فاش كان سالين قدر نزيد شوية ديال الفروماج حمر محكوك وفلخر قا غادي نزيد ديك لابا غاية كيش اللي حضرناها من قبل هكا حتى نغطيو بها الخضر كاملة ودائما متعمروش كتر من اللقياس بش ما يفيدوش ليكم من البيت صافي غادي ندخلهم الفران مية وستين درجة دائما ما نفوتوهاش بالنسبة الفران ديالي انا كنشعل ليلي الفق والتحت فران شعل بالمروحة وكندخلهم راكي طيبو كيجوني هم هادوك في الطياب ولكن انتو ما كتعرفوه فران ديالكم كيفاش كيخدم صافي غير كان نسالي كندخلهم الفران ونرجعو نكمله مملاحة اللي غادي نديروها الان غادي نديروها غير الحشوة ديال الفرماج فقط ما فيها تشي حاجة من غير الفرماج فرماج حمر وفرماج مربع ما الفرماج اللي وليتلكم طبيعي او كريم تشيز اللي وليتلكم آآ قبيلة فهنا غادي نديرو مع بادياتهم غادي نزيد شوية ديال اعشاب العطرية صافي ما غادي نزيد تشي حاجة من غير هادشي تقدروا تديرو زيتون كحال زيدو طون اللي يعجبكم انا غادي نديرهم غير بالفرماج كيجوب حالدوك اللي كيتباعو في المخبازة غادي نخلط كل شي مزيان وصافي كيكون عندي تتكون عندي الحشوة ديال الفرماج واجده غادي نجيب داك العجينة الزوائد لي شاطوليلي شاطوع اللي فولوفون هنا فاش غادي نستغلوهم بالنسبة لهاد المملحة خليت هادو كل مو الزوائد حتى ارتاحهم زيان كيف ما شفتو وهنا كان بداك نطلقهم فانا غير جمعتهم من بيد ما شاطوليه بحال هاكيك وخليتهم في بلاستيكا حتى ارتاحهم زيان وغادي نطلق هاكا على شكل المستطيل وهاد المستطيل هاد مش ضرر يكون مقد ورحت شي حاجة غادي نقدوه من بعد هانا كان دهن بالبيض ديال البيض هاكا على الدورة كاملة وكان جيب ديك الحشوة ديال الفرماج ونحاولو اننا نستفوها بشكل اللي غادي يكون طولي فهذا المرحلة كنغطي من بعد مقدس الحشوة ديال الفرماج كنغطي بطرف الاخر ونتأكد انني نسد مزيان تأكدو انكم تسدوه جيدا جيدا مش ميتحلوش او تفرق عليكم من بعد او تفرق عليكم هاد المملحة من بعد كنرجع نسد هاكا بفرشيطة وانضغط مزيان مش تأكد انها مسدودة وغادي نحيد هاد الاطراف او هاد الجوانيب بالقطعة ديال شباكية ولا بقطعة ديالبيتزا هنا غير بشتاتيني واحد للشكل مسنن وزوين سافي غادي نهزان حتى فلاطة ديال الفران وغادي ندهنها بالبيض دائما صفر ديال البيض مخلط مع الحليب كتزيين غادي نحاول نشرطها كابشي موز بوحة شكل مائل وفي الاخير غادي نزيين هاكا بشوية ديال اللوز كونكاسي وندخلها للفران دائما على نرم هي لا ميو سين درجة شعر الفق والتحت حتى غادي تحمر ليها جيدا بالنسبة للحشوة ديال الكبدة غادي ناخد الكبدة اللي بغيتو ديال ديال الجاج ولا ديال بقري ولا ديال غنمي كناخدوها كنشويوها بحل طريقة ديال اللي كنديرو فيها الكبدة البولفاف كنطيبوها نصطيبها كاكف مقلة اللي كتكون فيها غي شوية ديال ازداد بش مت تلسقش مقلة اللي كتكون غير لاسيقار نحاولو نطيبوها مجموعة نصطياب يعني كنحاولو نقلبوها تكت تلق ذك الدم ديالها كامل وما كتبقاش في هذي كزفوريا ديالها وذك الدم كنحيدوها وكنقطعوها مكعبات صغيرة وكنرجعوها للمقلة مع شوية ديال زيتون وكنسموها كيف ما بغينا انا درك لها الملحة الكامون شوية ديال العقرية ديال الشوارما منين قربت طيب شاكا ما كتتحرقش لي وكنشحرها مزيان يارا ما كتاخدش نهائي الوقت ضغي ضغي كالطيب وكتجي زوينة صافي بها الطريقة ما كدينيش الكبدان عشفا ما كدينيش قاسها كدية طايبة وكدية فتية ديبا قدينيش نرجعوها للصندويشات اللي كنا وضعناهم في المجمد من بعد ما جمدوا او باتوا في طلاجة او باتوا في المجمد عفوا حسن اليومين تقدروا تخليوهم بحلاكاك ثلث يام وسبوع غادي نخرجوهم نخليوهم يتلقوا من بعد كندخلوهم للفرار حتى كي يسخنوا وذيك الساعة نقدروا نخدموا بيهم من بعد ما كي يبردو حاولو تخليوهم بردو لما خليتهمش يبردو مية في المية ولي كي يخليوهم توما حتى يبردو عاد قطعوهم باش هكا ما كي يتعجنوش ليكم من الداخل كيف ما كاتشوفوا بالنسبة للصندويشات فكنا نفتحهم في الوسط وبالنسبة للميني بيرجر فكنا نقسم كلها وحدة على جوش هنا بالنسبة للميني بيرجر خدرت هنا غير الكفتة باش ما نزيدش نطول عليكم لان الفيديو طوار بزيف غادي ناخد الكفتة وكنطيبها في المقلاء عادي يدلتها غير من حولي بزار مدلت لها شي حاجة اخرى مزد عليها ويلو تقدروا تزيدوا الاضافات اللي بغيتوا مثلا الخبز هكا مرتف الشيدي الحليب او البيض ذاك شي اللي يعجبكم فانا درت غير الملحة والبزار هنا بالنسبة للمونتاج غادي نحتاج للخص ذاك المايوناز اللي حضرناها من قبل فكندير طبقة دي المايوناز ولكندهن الخبز اللي بمايوناز اللي خص ثم ماتاشار ثم اه البصلة قطعة دي الكفتة قطعة دي الفروماج مرباء او فروماج صندويش اللي قطعتو هكا بشكل صغير وكنغطي بداك شابو ديال ديال ميريو برگر وكنسالي هكا كنلصق اه بوحد اه كيغضون لهدو اللي كيتباعون اللي كي يبيعون لوازم الحلويات بوحد القطعة ديال كونيشون قطعتم اه مندر زوين بالنسبال هاد اللي صندويش فكند هن الجوانب بجوج بلا مايوناز اللي وجدناه لأيا سلسة كتعجبكم غادي ندير شوية ديال الخص هنا ديال السلامي ديال البقري اولا ديرو لدان شوية وغادي ندير شوية ديال الفرماج محكوك فكي جوزوينين يعني بساط بزاف ولكن كي جوزوينين حسا في المندر في الخر غادي نزينهم بوحد الخطوط ديال لاسوس سلسة الاندلوسية او سوس الجيريان ديرو لسوس لي عجباتكم ففي الخر يعني من بعد قاع فاش نبغي نقدمهم كنزينهم بخطوط ديال السلسة لي عجباتكم كتعطيهم واحدة منظر زوين وصافية كي يكونوا واجدين قادي نرجع الان عند هاد الخبيزات نتعى الجنجلان او من بعد حتى هما ما سخناهم هما كيفاش كي جوزو من الداخل كي جوزو خاوية بحال بطبوط ولي ما زال اللي ما كانش خاوية مية في المية كنحاولو ان انا نفتحوهم شوية كي تفتحو كي جوزو بزاف بزاف كيف ما كتشوف فكي نفتحوهم زيان ومن بعد كندهنو من الداخل بسلسة اللي عجباتني انا قادي ندير السلسة الاندلوسية هي اللي كتعجبني مؤخرا مزاف كنستعملها حسن من اللاصوس الجا غيان اه ديروا اللاصوس لي عجباتكم او لا تقدروا تديروا غير هاديك مايوناز اللي صايبنا اه بالبعد مسلوق غادي نحاول انني نوزع ديك لاصوس بشي موس من داخل من بعد كندرت كنفرش للخص درت شوية دي شوية دي شوية دي الكروم بالبان فساجي كاعطي اللو نزوين وكان عمر بديك الكفسة اه نخليها تبرد شوية ماستعملها سخونة اخر حاجة كنزيدها هاكا شوية دي الحار كي يجي ملائم بزاف او كيتناسب من الماضاق دي الحار معه الكبده صافي ونكون ساليت معه تشكل ندوز الاخر شكل اللي غادي نديروه بالخبز ديال تاكوس او الخبز ديال تورتيلا كناخدوه كنحاولو ندهنوه بكمية مزيانة ديال سلسة المايونيز او كنفرشو طبقة ديال الخص بوحت الشكل هاكا على الدورة كاملة او على الخبز كامل ديال التورتيلا اللي عندنا خبز ديال تاكوس لا ديال تورتيلا الى كان عندكم مشي جديد حاولو انكم تسخنوه شوية باش فاش تلويوه ما يتهرش ليكم تنوم الاحسن تاخدوه الطريق يكون احسن اهنا من بعد ما فرشت الخص غادي نفرش هنا شارع ديال الخيزو كان اخدوه الخيزو كان حاولو ان انا نديروها نقشروها بالقشرة كاملة كتعطيني بحلاكة شرائح ليهم ارقاق كذلك الخيار حاولو الخضرات ديال لكم تنشفوها ما تستعملوهاش فيها الماء ودرت شوية ديال الكرمب ديرو اي اه ديرو الكرمب العادي لما كانش هادار كيعطيها دغير واحد اللون زوين بالنسبة الطهن كان صفيوته هو مزيان من الزيت وكان ديروها كبوحتش كله هو طولي وقبل ما نبدأ اللوي غادي نرش شوية ديال لما يوناز مرة اخرى باش هكاك يجيني كل شي بنين او من السم او الديد غادي نبدأ كاللوي وانا كان نزيار مزيان مزيان باش ما جيونيش هاد اللفائف اه مرخوفين فا كان نزيار مزيان من كان عندكم الوقت من اللي تسالي وتلوي هاد اللفائف ولا هاد الربص ديروهم في المجمد وحل عشرة ديال الدقائق اعاد قطعهم فانا كان مشاعلية الحال كان قريب للمغرب فا اه مباشرة غير لويتهم بديس كان قطع كما كاتشوفو كتقطعهم هكا على شكل فائف وسافي هادو كيكونوا واجدين بالنسبة للزين زينتهم شي ديال فروماج هكا بلابوش من الفوق اعطوا واحد المنظر زوين بزاف لهاد المملحات سافي كيكونوا جاهزين انا درت جوش ديال الخبز ديال او جوش ديال الحبات ديال الخبز ديال التاكوس سافي وبهاكا نكونوا صلنا لهاية ديال الفيديو كان اعتقدر انني طولت عليكم ممكن هدا الطول فيديو درتو في القناة نار باش بديد فيها ولكن حاولت اعلاني نعطيكم الوصفات كاملين فيديو واحد ما نبقش نديلكم جوش ازاق باش نشوفو وصفات اخرين من بعد اه في هاد الايام هادو قبل رمضان ان شاء الله اه غادي نخلي لكم جميع المقادير كيف دي ما مكتوبة لتحت اي سؤال عندكم شي حاجة ما فهمتوهاش قولوها ليا في التعليق اكيد غادي نجاوب عليها جبيعي السبصارات ديالكم ادي كون مرحب بها كيفما شفتو هدي الطريقة بس دينت اه زينت بطريقة بسيطة بنسبة لها ديك الفطيرة اللي درناها بالفروماج من خليتها حتى بردات وقطعتها وزينتها بالمطاشة الصغيرة ولا طومات صغيرة ولي كيش زينتهم بشوية ديال فربنش حمر محكوك وشوية ديال اه تومة او العرشة ديال ديال تومة مقطعين بهاك كان كل وصلنا نهاية ديالفيديو وكنشكركم بزاف 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 على الحسن المتابعة ديالكم على الوفاء للقناة تجاهاتكم متواصلة اللي دائما كتخليبني نزيد بها وكنستمر بها بش نعطيكم كل ما هو جديد الان خليكم وانتمنى يكون حجبكم الفيديو وستفتو منو وإلى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر